اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي اذا قلتوا لي في الشي حق انا رح ازعج وما اقبل الحق من ادكم لا تظنون هشكل بي ولا التماس اعظام لنفسي لما لا يصلح لي انا ما اتكبر عليكم فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه اذا انا ما مستعد اسمع للحق كيف رح اعمل بالحق هذا بعد فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل حق اذا عندك مقالة بحق قعد تنتقدني يعني بحق تفضل انتكلم فاني لست في نفسي بفوقي ان اخطئ شوفوا هذا نص صريح بعدم الاصمة انا انا ممعصوم انا يمكن اخطئ فاني في نفسي فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ لا ولا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني فانما انا وانتم عبيد مربوبون مملكون لرب لا رب غيره يملك منا ما لا نملكه من انفسنا شوفوا اشتون الامام يعلمنا هذه يريد من عندنا ان يكون هكذا مع امير المؤمنين فكيف مع المراجع والعلماء وانصاف العلماء وارباع المعممين فقط وذهب الامام الى مطالبة الامة بممارسة حق المعارضة المشروعة في وجهه فيما لو تجاوز القوانين الاسلامية او اعتدى على حق مواطن فقتله او اعتقله دون ذنب فقال في خطبة له تحدث فيها عن الخارجي الخريطي بن ناجية حدث عنه ومحاولاته السابقة لدفع الامام لقتلي واعتقالي عدد من زعماء المعارضة تعرفون صاروا الخوارج وكذا كان مثل معارضة في عهد الامام فهذا اجا اقترح الامام في يوم الايام قال له اقتلهم ذولا قال له سيتكلم الامام بعدين قال له اعتقلهم اذا ما تقتلهم اعطيهم فلوس ما اعطاهم الفلوس لا اعطاهم الفلوس لا اعتقلهم ولا قتلهم فهذا قال لنا تعال اعتقلهم او اقتلهم فالامام ماذا قال له قال له ولعموم الناس ويتكلم عنه ويخاطب الناس الامام امير المؤمنين ان من واجبهم الوقوف امامه ومنعه اذا اراد هو ان يفعل ذلك اذا اقتلت واحد بريء او اعتقلت واحد بريء انت يجب ان تقفوا امامي وتقولوا لي ماذا اتق الله يا علي ابن البي طالب اتق الله ماذا يعني معقولة تقول للامام المعصوم اتق الله اتق له انت مخطئ اتق الله بطل من عمل الموقف舞 ادت ان يذهب الى احد المراجع او الى مثلاً الزعيم السياسي يقول لها اتق الله عبد الملك المروان قال اذا واحد يقول لي اتق الله اقطع راسه بعد ما يكون واحد يقول لي اتق الله اتق الله شنو فهاي نشوف الثقافة ثقافة الأمويين احنا عايشين بها الآن وننظر للأمة كما كان الأمويين يريدون أن ننظر إليهم ما ينظرون بالأسلوب وبالثقافة اللي علمنا إياها أهل البيت أنفسهم أنا تعالوا تعالوا بي أنا بصورة طبيعية احنا مثلكم ترى عبيد مملكونا جميعا لرب الله رب غيره